السلامين وأصلي وأسلم على رحمة الله للعالمين صلاةً وسلاماً عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أيها المشاهد الكريم في كل مكان من أرض الله أحييك بتحية الإسلام سلام الله عليكم جميعاً ورحمته وبركاته وأهلاً وسهلاً بحضراتكم في لقاء جديد يجمعنا في كل خميس عبر شبك التلفزيون الحياة من خلال برنامج فتاوى اليوم ونحن نضع عنواناً لهذا الملف الطريق إلى الله يظن بعض الناس أن الطريق إلى الله لا يعتمد إلا على عدد معين من الركعات يركعها العبد أو صيام عدة أيام وينسى أن السلوك هو العملة المعتبرة بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لمن أراد أن ينجو ولمن أراد أن يكون من الناجين ولمن أراد أن يجمع بين خيري الدنيا والآخرة يجب أن نقف مع المشاعر مع الحب الذي يجب أن يسود بيننا جميعاً الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن المؤمن يألف ويؤلف وأن المؤمن كيس فطن كلمة كيس فطن معناها إنسان زكي إنسان عنده رجاحة في العقل يستطيع أن يستمتع بالعلاقات الاجتماعية ليه؟ لأنه صاحب عقل وصاحب فكر وعنده نضغ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو من يجمع ولا يفرق كان هو من يبني ولا يهدم علمنا النبي أن الحب لغة وعملة معتبرة عند الله سبحانه وتعالى علمنا النبي أن حب الأوطان من محبة الله الديان سبحانه وتعالى علمنا النبي أن محبة المسلم لأخيه أياً كان هذا الذي هو بجواري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشاعر الطيبة هي السبب الرئيسي في أن يصل الإنسان منا إلى أعلى درجات الجنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم الحب الذي أصبح عملة صعبة للأسف الشديد نتيجة لطغيان الماديات نتيجة لأننا نعيش في عالم ربما لا يعترف بالمحبة وبالمشاعر الطيبة لكننا نريد أن نعلم الدنيا من جديد أن الله تعالى لما أراد أن يمدح محمداً قال له وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُزَكِّي قَلْبَا النَّبَيْ ما قال لهش بقى أنت القلب الجسور أنت القلب القاسي أبداً قال له إيه فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ النهاردة وإحنا بنقف مع لقطة الحب في الله واحد يجي يقول لك يا سلام الحب في الله أنت عايز تقول لي أن إحنا وإحنا بنحاول نوصل لربنا في حاجة اسمها الحب في الله آه في حاجة اسمها الحب في الله أقول لك على مفاجأة الله تعالى يقول المتحابون في على منابر من نور يوم القيامة ياه المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة من هم دول هم دول اللي بيستخدموا السلوك ها للوصول إلى محبة الله النهاردة وإحنا كلنا عايشين في درجة من البرودة شديدة لا تحتمل اللي بيحب ربنا هو اللي عنده قلب فبيتذكر الراجل اللي عايش في نجع ولا في قرية ولا يعيني حالته سيئة ها والبرد الشديد القارس ولا الأرمالة اللي قعدة مش قادرة تسطر بناتها نتيجة للعوز والفقر إيه اللي بيخلي الشخصيات دي تتحرك في المجتمع وتبتدي تأتي بأفضل أنواع الأموال بتجيب أغلى ما تملك وتبعته عبر الجمعيات وتساهم وتعمل لده سقف لأنه ما عنده سقف وتحاول أن هي تشتري الولد ألم وكراسة علشان يقدر يتعلم ويقدر يفهم ويقدر يمتلك الحصانة اللي تبعده عن الشر وعن الكر وعن كل ما يغضي بالله سبحانه وتعالى النهاردة بنقول إن لله أناسا اختصهم لقضاء حوائج الناس يلجأوا إليهم الناس في حوائجهم سيدنا النبي أقول عنهم إيه فطوبى لهم أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة معنا فاطمة تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك معلشا أسف أنا سيدة حضرتك أرملة من حوالي ثمان سنين وربنا رزقني بطلب بنيت جوزت بنتين ومعي بنت يعني ربنا رداني وداني مرض سرطان وفتحة في القلب يعني أو كده لا إله إلا الله وبعدين البنت قلت أجاوزها يعني في عشرة أيام وكده لإني الدكاترة مش مبشريني بحاجة لا حول الله يا رب فلحمد لله على كل حال فقلت أخذ من أي حد مبلغ أو كده فخيفة يعني رجل أنا أخذ من المبلغ يخذ مني يعني الضعف ريبة يعني أو كده ومش ضمن الحياة من الموت لو جيت للصراح أنا نصده أو هو حرام أو حلال فكنت عايزة أن تسرني بأي حاجة لأني مش عارف أعمل إيه أنت راضية يا فاطمة راضية على إيه حضرتك راضية يعني باللي ربنا أسمهولك كده الحمد لله آه ده أنا بس عايزة أسطر العيلة دي على حياة عيني ربنا يباركلك يا رب ويعينك ويأويكي وياريت إخواتنا يحتفظوا برقامها وياريت يا جماعة اللي حابب يوصل لرقامها من خلالنا يوصل لها ويسأل ويتأكد ولو حابب حتى أنه يساعدها لأنها بتسأل بتقول أنا عايزة أسطر بنتي وليس أمامي إلا إني أقترض اقتراض ربوي الراجل عايز ياخد المبلغ الصعصعين زي ما بيقولوا فطبعا عندنا أن الله تعالى أحل البيع وحرم الربع وابنيجي نقول مرة تانية وثالثة إمتى الإنسان إمتى الإنسان يبقى مضطر إلى أنه يتعامل المعاملة دي للأسف الشديد قسوة القلوب عندنا هي السبب في اللي إحنا فيه دلوقتي لو لا القلوب القاسية ما كناش هنجد المرأة الأرملة اللي لم تجد من يمد لها يد العون ويد المساعدة علشان يعني هي جوزت بنتين وأنا عايزة بشرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لها الجنة لمجرد أن هي ربت البنات وأحسنت التربية وسبحان الله قدرت أنها تزوج برغم الظروف الصعبة لا وإيه وتيجي شدة الاختبار في مرض من أصعب الأمراض مرض السرطان ربنا سبحانه وتعالى يشفيها ويعفيها يا رب ها وبتقول أنا يعني على شافة أن أنا بودع الدنيا فشايفة أن ده صعب أن أنا أعمله وأن أنا أمد إيدي لمال بقول لها لو الأبواب كلها تسدت أنت ما عليكيش وزرة حتى لو عملت كده لأن اللي يأثم هو صاحب المال اللي هو بيحاول يصطاد الحالات للأسف اللي إحنا لما بنيجي نعرف في الربا هو لغة الزيادة وشرعا استغلال حاجة المحتاج شوفوا ليه ربنا العظيم الرحيم حرم الربا علشان الأشكال الصعبة دي بتصطاد في الماء العكر وبعدين تبتدي ها تحاول أن هي تشوف المضطر تشوف اللي هو عنده حاجة ملحة للأسف الشديد ربنا يشفيك ويعفيك حاولي أنك أنت بكل الوسائل والطرق تبعيدي إن لم يكن أمامك من باب إلا هذا فأنتي بتنطبق عليك حالة الاضطرار والضرورة بتقدر بقدرة مع أنا أحلام اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمتعي أفعل عن أن أنا ينفع أقرأ قرآن من التليفون على طول أنا أفعل التليفون بيبقى معي في وقت كتير أول جميل يعني أنت بتبقى البرنامج بتاع القرآن عندك على التليفون فبتفضل أنك تقري على التليفون القرآن أو جميل مفيش مشكلة تقدري تقري في أي وقت وربنا سبحانه وتعالى يتقبل مننا ومنك يا رب دايما إن شاء الله إن شاء الله ثانيا عايز أسأل عن حكاية الدباديب والعرارة هي حرام نهاية الأموجودة في نفس الغرفة اللي بنصلي فيها أو هي حرام أصلا؟ لا هي مش حرام أصلا على فكرة الشائع إن رأيي دلوقتي هيبقى صدم جدا إن اللي يجيب لعبة الطفل حرام وبقى تليه مجموعة بقى من الأشكال اللي انتوا عارفينها يقول لك إيه لو لقى الولد بيلعب بده بقى أنا موافق بس بشرط هاتوا ياخدوا أم قطم رئابته يقول له عشان ما يبقاش كائن حي متشكل والكلام اللي احنا عارفينه ده كل هذا يعني من باب التشدد والمغالاة صحابة وهم بيدربوا أطفالهم على العبادة وعلى الصلاة وعلى الصيام بيقولوا إيه كنا نستعين على ذلك بإننا بنعمل لهم لعب من العهن يعني من الصوف كانوا علشان يدربوا الولاد ويحفزوهم عايزين يجيب لهم لعب الولد الصغير ده حبيب لعبة يلعب بيها حصان جمل الكلام اللي احنا عارفينه ده فبيقولوا إيه في الأحاديث الثابتة عن سيدنا جابر وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كنا نأتي باللعب من العهن يعني من الصوف نصنعها ونعملها ونحاول إن احنا نعملها لهم كحوافز علشان نشوف مين اللي يقدر يصوم لغاية الظهر ومين اللي يقدر يكمل لغاية العصر علشان يدربوا الأبناء على طاعة العلي الأعلى وهو الله سبحانه وتعالي الحقيقة وإحنا بنتكلم يا جماعة لازم يبقى عندنا حاجة مهمة جدا التراحم الإنسانية الإحساس بالآخر إنكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم يا جماعة مش الأمريكان هم اللي علموا الناس يبتسموا في وش بعض لا سيدنا النبي قبل ما تكتشف أمريكا بأكتر من ألف سنة قال تبسمك في وجه أخيك صدقة سيدنا النبي علمنا التحضر إماطة الأذى عن الطريق صدقة طب وإيه علاقة الكلام ده بالحب لإن لما مش ممكن في القرن الواحد والعشرين يبقى الواحد ساعة ربيته ويطلع كبري في وسط العاصمة يلاقي واحد جايب نقلة قمامة ولا مخلفات بيت كان بيهده ويقوم رميع على قريعة الطريق وماشي عادي عادي خال ليه أصل العسكري أو الزبط مش هيشوفه فهو كده إنسان شاطر وفهلوي وقدر يأذي الناس وخلاص واتكل على الله يجي يعيني واحد الصبح الدنيا ظلمة يطلع الكوم على إنه ظلم منه إن الطريق ممهد وإن الدنيا عادي ها اللي عربته تتقلب واللي يتعور ولا فريق معاه مطالع الدائري المنازل الكلام اللي احنا عارفينه ده لا المسلم بسلوكه المسلم مش بخانة الديانة في البطاقة سلوك بحب لهذا الوطن بحب لعامة الناس سيدنا النبي هو من علمنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلحة العامة المرافق العامة دي لغة حب احنا النهاردة لو ما حبناش بلدنا لو ما حسناش بانتماء واسمعنا كلام الناس اللي هي في غفلة اللي يقول لك ايه وطن يعني طراب عافل هو كده لا وطن هو من أعظم نعم الله علينا معنا الأستاذ أشرف أهلا عليكم يا فاند أهلا يا فاند أهلا وحضرتك طيب وحضرتك بصحة وسعادة يا رب الله يخليك ربنا يا رب يجعلنا في مزان حسنتك إن شاء الله ويجعلنا بريكة الله يخليك لو سمت عادة عرف تجارة الأرز هل هي حالية ولا حرام الايه الأرز الأرز آه طب ليه حرام يعني فيه ناس بتحرمها بتقول أنت حضرتك لو تجارت فيها أو أي حد يتجر فيها بيهتبر أن دي حضرتك سلعة الناس الغالبة ما بتدرش تشتريها وفيه ناس ثانية بتقول لا أنت منتش المحتكر الوحيد اللي عشان يبه حرام فيه أراية مختلفة يعني لا هو أنت بتسأل عشان بتسأل عن احتكارها حكم احتكارها ولا حكم أننا أخد كتاجر أطاعي من تاجر جملة وبيع للناس لا يعني أفترض مثلا حضرتك المزارعة بيبيع لحضرتك الأرز بتاعه مثلا خمسة طن عشرة طن فأنا ممكن مثلا أشتريهم منه أسيبهم مثلا لمدة خمسة شهور سنة وبيحهم تاني هل ده حلل؟ لا الصورة اللي أنت قلتها دي الإنسان يحرم عليه أنه هو يشتري ويحبس السلعة خلي بالك وإحنا على الهوى هو بنقول أنا جلائي الفلاح وأنا بحييك والله أنك بتسأل لأن اهتمامك بالسؤال ده دليل على أنك تعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أجأ أنا بقى في الموسم كده والناس كلها زرعت الرز أروح أشتري من الفلاحين أجمع من فلان وعلان وأبتدي أخزن الرز زي أخونا ما بيقول شهر اتنين تلاته تخزين الأرز وحجبه عن السوق ده اسمه إيه؟ احتكار يعني إيه احتكار؟ يعني أن أنا بحبس السلعة علشان أعطش السوق طيب إيه موقف المحتكر أمام الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر ملعون ياه طب ملعون ليه؟ علشان ده راجل بيحب نفسه بس ما بيحبش الناس مش بيحنا بنقول لسه إن المشاعر الطيبة الحب في الله كفيل إنه يخلينا أمة من أعظم الأمم لو أنا كل مننا أحب الآخر شايفة ده حالنا؟ مستحيل تمشي تلاقي واحد ما عندوش ضمير جامع الأغطية بتاع البلعات من الشوارع الكلام ده يبان بسيط لكن شف تأثيره علي وعليك في الشارع واحد يقول لك يعني إيه الشيخ طالع يحرم إنه واحد ياخد غطى البلاعة تخيل أو ده أمن قومي للبلد ليه؟ لأن الشخصية دي يعني أقدمت على عمل الحيوان يستحي إنه يعمله ياخد غطى البلاعة ويمشي ثاني يوم يعد طفل ابني أو ابنك فيقع فيموت فيصبح إيه؟ قتل نفسا بغير حق خلي بالك فكرة إن إحنا بنربط ده بالتدين بالعقيدة العقيدة يا جماعة ها أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مقام الإحسان طالما عندي مقام المراقبة لله الإحسان ها ده ربنا يقول إيه؟ وقولوا للناس حسنة الجماعة اللي يطلعوا لك قولك إيه؟ اوعدت قابل المسيحي وتقوله كل سنة وانت طيب ليه؟ أصل الكلام الحسن ده ما يتقلش إلا للمسلمين كيز أنا بقوله لو أنت بتقولي كده أنت كذاب ليه؟ لأن الله قال وقولوا للناس قولوا للمسلم والمسيحي واليهودي طالما ما هو شعاده ليك ها طالما هو ما بيعملش على إيزاءك ولا بيخطط لتدميرك ولا الكلام ده كله ها إيه المانع؟ إيه المانع أن أخلق سيدنا النبي تظهر علينا؟ إيه المانع أن إحنا نبقى صفراء جيدين لهذا الدين؟ ومش قلت لكم من شوية سيدنا النبي بيقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم يبقى أنا هنا من الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إني أراقب الله أراقب الله في كل صغيرة وكبيرة من أمر الدين والدنيا أنا ليه مش هحتكر ليه هبقى تاجر صادق معنا تليفون أستاذ عواطف تفضلي أهلا بيك تفضلي السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله والله أنا من أسوان من حتة نجع كده اسمها نجع آآ الشلباب آآ من نجع الشلباب واحدة أخدت من آآ دهب وقالت لي أنا يعني محتاجانه كده ولما رفت طلبتها قالت لي أنا مالكيش حاجة عندي آآ إله إلا الله ليه؟ والله يا العظيم والله هم محتاجان يا حضرة الشيخ والله عايز ابني بيه البيت البيت ما هدايا علي قالت لي أنا ورايا كروضة بس هنسديش عارين اتنين بقى سنتين لما طلبتها قالت لي مالكيش حاجة عندي هي جرتك يا حاجة عاطف؟ ايوه اعرفت ايوه والله اعرفت قلت مكيش حاجة عندي بعدتنها جميع الطرق جميع الرجالة جميع الناس قلت مكيش حاجة عندي يعني مفيش مفيش امل ان انت تدخلي حاج لا مفيش امل والله مفيش لا خليتش حاجة قلت ملكيش حاجة عشان انا مخدتش عليها ورقة ولا اي حاجة لا حول ولا قواته الا بالله عندك اي اسئلة اخرى لا والله انا عايزة بس انا تفكهل ياريت هي تكون سمع فتح التلفزين وتسمع هل يعني لو صدقت أختنا وقالت إن أنا ديت جارتي كانت في ديء ولا في زنقة وطلبت الدهب بتاعي وديت هلها لما تبقى الرواية دي رواية صحيحة على افتراض صحيحة من أين يأتي الأمان ها هنيجي نقلص للقوانين ما هو الست بتتعامل بتلقائية أقول لكم على حاجة مفاجأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل له صدق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل له صدق إحنا محتاجين يا جماعة وإحنا بنؤف مع الكلام ده نفهم نفهم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو من علمنا الدين المعاملة اه دي بقى ايه انا اخدت مال واخدت الدهب بتاع جارتي وحاولت ان انا استغفلها ولمضتني ولا الكلام ده كله لا الدين كله هنا ايه الدين المعاملة الدين المعاملة فعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به الازمة اللي احنا عايشينها النهاردة ازمة اخلاق وازمة الاخلاق ما بتتعليكش بان انا اعمل حملة بلافتات على الطرق اقول ايه خليك عندك اخلاق عمرها ما هتنجح ابدا امالي الاخلاق تيجي ازاي الاخلاق تيجي كمشروع للامة بيعتمد على التراكم ان انا باب نجيل جديد انه ما يجدبش وما يسرقش وما يكلش حرام ولا يؤمن بالفهلاوة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي نحن بحاجة الى اننا نربي يبقى مشروعنا القادم كيف تتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم معانا عواطف تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي القيام ديها السؤولين من هيك نحن سرهم اتفضلي حضرتك سألي على الهوة اه اول سؤال بالوقت انا لما بكونت بس يا ريت عالي صوتك شوية ما ده ما عاطف انا سأل لما بكونت عبادة يعني بكون مثلا بطلي بجرى قرآن اه بيعادة يعني بعمل اذكار اه دايما بكون ترحانا بعرفك اركز وبحاول اركز ما بقدرك اركز فمش عارفه الاسداد اه يعني انت وانت اسناء في الصلاة ولا بتسبحي ولا بتقري القرآن بيبقى دايما الشيطان بيحاول يشغلك يعني اه دايما دايما اكون ترحانا فبحاول ان اركز في السلام بقدرك حاضر ايه السؤال التاني السؤال التاني لما ريف عني اقرأ القرآن ايام ما بكونت شي اصلي فيها حاضر نعم عندنا طبعا ربنا اعلمنا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون يعني انت متخيل لمجرد انك انت امنت بالله انك لا تبتلى لا وسيدنا النبي بيترجم الاية فبيقول وبيقرب لنا معناها يبتلى المرء على قدر دينه يعني على قدر ايمانك بربنا على قدر اه شدة البلاء اه هنا الانسان لما بيجي يصلي طبعا جري على طول يأتيه الشيطان ليه لانه هو في طاعة والشيطان طبعا مش طيق نفسه عايزك تتحول عن الطاعة لذلك من الحاجات الفكاهة اللي كانت بمتدولة عن سيدنا الامام ابو حنيفة راجل جي قال له ايه انا شلت مبلغ من المال قال له اه قال له ويعني في الجنينة عندي كده في ركن من الاركان تحت شجرة كده ولا حاجة جبت كيس وحطيت فيه مبلغ ولفيت وشلته ان افتكر انا عند الفلوس دي فين مش عارف سيدنا الامام ابو حنيفة قال له هسألك سؤال انت بتصلي قال له يعني مش قوي قال له يعني ها مش قوي ما بصليش قوي كده ومش مواصل قال له طب تعالى ما علمك بقى انت مش عارف ان الصلاة فرض وان ربنا علمنا ان هي من اعظم شعائر الدين ها وان وان سيدنا النبي قال الصلاة وعماد الدين ها من اقامها فقد فضل يشتغل على قلب الرجل لغاية الرجل ما بدأ يتوب وينوب الى الله فقال له طيب اعمل ايه قال له ام اتوضى وصلي فالرجل قام اتوضى وبدأ يرفع تكبيرة الاحرام وبيصلي فأتاه الشيطان طب الشيطان دلوقتي شايف ايه ان الرجل عنده امر مهم جدا ازاي يرجع لربنا فهو عايز يشغله فوسوس اليه الشيطان بموضع المكان اللي كان عين فيه الماء فالرجل انتهى من الركعتين وجاري استبشر وراح جاب الكيس بتاع الفلوس واعد يضحك الحالة دي حتى ولو هي من قبيل الفكاهة بتبين ان الانسان مننا المطلوب منه ايه المطلوب منه انه دايما يبقى منيب الى الله كثير الرجوع الى الله الشيطان يجيلي يحاول ياخدني من لحظة الخشوع ارجع يحاول يجذبني ارجع طب الصالة دي لها اجر لها اجرين ليه اجر انك انت بتصلي واجر انك انت بتقاوم الوساوس وبتقاوم الشيطان واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الاستعاذ بالله اي الالتجاء الى الله الاحتماء بالله سبحانه وتعالى لان الله على كل شيء قدير يعلم دبيب النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء محتاجين واحنا بنقبل على ربنا سبحانه وتعالى نحن دايما نعود نفسنا كده على المجاهدة وجاهدوا في الله حق جهاده انا ممكن اصلي وارى التحية وانا واقف والفتحة وانا قاعد وحالتي بقى ما يعلم بقى لربنا وممكن اصلي وانا يقظ كل ما الشيطان ياخدني ارجع دي المجاهدة اللي احنا امرنا بها معانا ايمان فضالي ايه استاذ الشيخ فضالي يا استاذ اهلا بيك انا يا استاذ الشيخ انا طلبي ان انا عايز اوصل لأي حد من البرامج اللي بتيجي وتتكلم عن الاسعار والغلاء والكلام من ده حق انا المرسي مطروح واحنا متبادلين في المطروح هنا الحاجة غالية نار وانا ست على قد حالي وجوزي مريض لا معايا رطاق التوميل ولا معايا حاجة والبلد هنا زيزة الزيت تنصر 20 جنيه وكل السكر نصر 15 جنيه وكل الرز 11 جنيه وانا مش لاقي يلا حد يشب لنا حل للبلد دي بالزات حاضر حاضر برضو الاسئلة دي تبان لحد قاعد بيتابعنا ان هي بعيدة لكن هي مش بعيدة ليه لان زي ما بقول لكم التراحم التكافل ان انا اتحرى الحلال في همش الربح مش هنجد الاسوات بترتفع وبيتقول يا جماعة احمونا من ارتفاع الاسعار احمونا من جشع بعض وليس كل التجار محتاجين يا جماعة نفهم ان مش كل سنة لما اطلع 4-5 عمرات في السنة وانا تاجر تب اجيب منين علشان انا فهلاوي وشاطر وببيع الحجم ممية بمئتين فانا بقيت غني فبقدر ان انا اروح وعمل عمرة هو انفصام في الشخصية احنا محتاجين نراجع محتاجين نقول ان التكافل ان التراحم ان المشاعر الطيبة ان السلوك القويم هو اللي هيوقف في البلد دي على رجلها مرة تانية هو اللي هيخلينا امة موحدة امة متعاونة ده ربنا اللي انزل القرآن على قلب سيدنا النبي وقال له وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان لما الغلاء الفاحش دي قبلنا نعمل المبادرات فين المبادرات فين التجار النهاردة ليه ما بيجمعوش نفسهم ويقولوا يلا يا جماعة ها احنا اللي نرفق بالفقراء والضعفاء والارامل والايتام والمساكين يلا نعمل حملة نقلل هامش الربح يلا اللي محتكر حاجة يخرجها يا اخي لو انا محتكر النهاردة هو وانا على الهوى محتكر رز ولا سكر وسمع الكلمتين دول وقال بنية القرب من الله بنية العودة من الله إلى الله بنية التوبة إلى الله انا بخرج الشيء اللي انا محتكر ده ها عند ذلك اعتق رقبته من غضبة الله سبحانه وتعالى هي الاخرة ما تستحقش مننا ان احنا نحرص ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن هو ده السعي المطلوب النهاردة الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه عايزين نبقى دايما على قلب رجل واحد محبين لله وللرسول وربنا اللي وصف الأمة وقال ايه رحماء بينهم فاصل وسنعود اليكم بأمر العلي الأعلى وهو الله فانتظرونا السيدات والسادة عدنا اليكم من جديد معانا الأستاذة هيام تفضلي ألو اتفضلي يا فندي محضرتك على الهواء حضرتك أنا في مشاكل ما بيني ومن جوزي ودلوقتي ضربني وجيت لأهلي ومشاتمني وأنا رفع عليه أواتي وهو رفع علي وحرم من العيان وبيقول لنا بعد ذلك فأنا دلوقتي أعمل إيه طب سبب المشاكل إيه يعني أنا حاجات شخصية يعني ما تتقلشي ولا مشاكل عادية لا مشاكل عادية بقى لك قديمة تجوزها أستاذها هيام 16 سنة معاك منه أولاد 17 لا ابنك يعني أنت معاك أكتر من ولد ولا معايا خمسة معاك خمسة اه خمسة وجاين دلوقتي مقررين تتطلعوا طب مفيش حد ما هو أنا بيحاولي قرب وجهات النظر أنا بس تحمل وقع سكت بس هو يعني مش بيحترمني ولا كده يعني يعني عايز أفهم خذك بقى لك فترة كبيرة حوالي 16-17 سنة متجوزة اه ما اكتشفتيش ده اللا بعد المدة دي بو حضرتك أنا بزبر عشان خسر ولادي تمام بس في الآخر خلاص بقى مدربني وبهدني واهلي يخدوني حضرتك حبك كميلي تاني معا ولا خلاص كده لا خلاص مفيش يعني فرصة انك انت تحاولي تدخلي حد من الاطراف بتاع العيلة بتاع عيلة حضرتك حد يكون هو بيسمع له بيحبه من عيلته وتحاولوا تتواصلوا مع بعض كده وترجعوا لبعض لا انا رفضه وهو رفض خلاص طيب انت عايزة تسألي عن ايه بالزبط عيالي ولا بشوفهم ولا بكلمهم طيب انت في قضايا بينكو صح ايوة طيب حاضر من المعلوم طبعا ان عند استحالة العشرة شرع الله الطلاق لما خلاص الدنيا تقفل ها وعلشان كده جماعة انا ضد ان انا سيب نفسي بقى طالما انا حسن اللي معايا ده ما هوش جدير اه ومش الشخص المناسب ما كنتش استمرت معا ما جيش بقول ايه اصلا هعمل ايه والزروق لا يا اما واما يعني انا النهاردة بقى فيه اسرة خمس ست اولاد ها وبعد كده انا ايه هاجي افض الليلة الضحية الولاد الاب بيحتفظ بالولاد علشان يعاند مين يعاند الزوجة ها والزوجة برضو محتاجة ان هي تشوف ولادها بنقول القانون هنا بقى يجب انه يتدخل وطبعا الولاد بيبقوا الحضانة للام وبتبدأ القضايا للأسف الشديد تاخد وقت طويل جدا في المحاكم وعايز اقول ان لما ربنا شرع الطلاق ده شرع عند استحالة العشرة خلاص مش هنقدر نستمر مش هنقدر ان احنا نيجي على نفسنا اكتر من كده فبقول لها انت لكي الطريق القانوني اللي هتقدر يتسترد بيه اولادك اللي هما ما داموا في سن الحضانة هيرجعوا لحضرتك وان كنت اتمنى ان حضرتك وانت هادية كده بعد ما تعدي من الازمة دي كده ادي نفسك فرصة شوفي مين اقرب الناس لزوجك مين اللي بيسمع له ومين اللي هو بيحترمه مين اللي ممكن يعني يبقى ليه كلمة عنده مقبولة وابتدي اتصلي او خلي قصرتك تتواصل معاه وابدأوا اعملوا نوع من انواع التفاوض واخرجوا يعني فامساكم بمعروف او تسريحهم باحسان للأسف نتيجة للكراهية والثقافة البلهاء اللي احنا عايشينها احنا ما عندناش التسريح بالاحسان عندنا لازم يبقى هو وهو وهو وانا اقول ايه وهي 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 وعملت وراحت وجات ونجيب اسوأ حاج وعلى فكرة هذا سلوك للأسف ابعد ما يكون عن التدين الراقي وعن الحالة الايمانية التي يجب ان نكون جميعا عليه عندي من الاسئلة اللي وردت للبرنامج الاستاذ عزب السعدني بيقول ان هل يجوز ان انا استخدم بعض الاحجار الكريمة زي السبحة اللي مكونة من احجار ممكن ان انا استخدمها وسبح عليها ممكن لانه الحجر اساسا من اصل الارض والسبحة ما هي الا آلة بيقول ايه اصل بعض الناس بيقولوا ان الاحجار دي لها روحانيات وده فكرة تانية خالص حتى لو انت بتسبح على سبحة من الاحجار الكريمة هي لو لها روحانيات يا روحانيات السبحة هتكره ذكر الله الذين امنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله يتطمئن القلوب على فكرة فكرة ان الاحجار الكريمة فيها روحانيات وعلاقة حلوة اقولكم على حاجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التردد على جبل احد وعارفين يعني ايه جبل الواحد يفضل يطلع ويتسلق وممكن بقى لو رجليت زحلقت يوع يموت فيها النبي كان شديد الحرص على انه دايما يطلع على جبل احد تعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله احنا بنشوفك دايما حريص انك تنفرد بنفسك كده على قمة جبل احد وتعد لوحدك فقال النبي ذاك جبل يحبنا ونحبه عارفين بقولكوا القصة دي ليه لان النبي قلبه لان للصخر وتفاعل مع الجماد طب مش من باب اولى ان احنا نلين لبعضنا ونعطف على بعضنا ونتراحم ببعضنا البعض ونعلم ان الله يرانا وان الله مطلع علينا واننا جميعا سنسأل بين يدي الله عن كل صغيرة وكبيرة طيب بيقولي بقى الاحجار الكريمة دي بتمنع الحسد لا دا كلام بقى كلام بعيد عن الشريعة ولا الاحجار ولا الخرزة الزرقى ولا الحمرة ولا الكلام المتداول دا اسمه ايه تدين شعبي يعني كلام دارج على انه من الدين الناس بترددوا شعبيا لكن هل له علاقة بصحيح الدين لا ليس له علاقة لا فيه خرزة زرقى ولا فيه نوع من انواع الاحجار بتحوش عن الحسد ولا الكلام دا زي زمان في قرى الصعيد والريف في النجوة اللي هي جوة دي يقولك ايه الواحد بيلبس طفله عقد عقيق علشان النظرة والحسد والكلام دا دا اسمه تدين شعبي لكن الكلام دا له وزن في الشريعة ولا في الدين لا حبيبة بتقول انا من وقت طويل ما بصليش الفجر وبصلي الصبح هل علي زم طبعا انتي الاصل انك عليك انك تقدي الصلاة في اول وقته انتي لما بتأخري الفجر شوية وبتصليها وبتسميها الصبح يا مرادفات لشيء واحد اللي هي صلاة الفجر بنقول ان افضل حاجة علشان تاخد الاجر الكامل تقومي تصلي الوقت بوقته ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لو عايز الاجر الكامل قومي صلي في اول الوقت طب عليك زمبي لو اخرتي مش هنقول عليك زمبي بس هنقول على الاقل حاولي انك ايه تصلي في التوقيت اللي هو الوقت بيبقى في اول وقته ما جيش انا استنى لما الشمس تطلع واقول ان انا هصلي الفجر سؤال اخر واحدة صاحبتي عرفت ان هي متجوزة عرفي عندي محامي والشاب جاب اتنين من اصحابه وكانوا شهود هل ده جواز يعني هي بتقول هل ده جواز قدام ربنا طيعني عايزة تقول حلال ولا حرام وهي مش عارفة تعمل ايه وجاي لها عريس والتاني عاوز ايه ايه الفيلم الغريب العجيب ده ده اسمه ليه بعيال يعني ده بص واحدة راحت ارتبطت بواحد وجاب اتنين شهود من اصحابه وعند المحامي وبعدين المحامي كتب الكتاب وبعدين اتجوزته وبعدين جاي لها عريس يخطبها وبعدين مش عارفة تعمل ايه وبعدين التاني بقول لها طلق فيلم احنا عاملين فيلم عارفين ده ليه حاجة ظن مننا انه عادي يعني لا احنا بنقول للأسف الشديد ان دي خطيئة كبيرة يقول النبي لا نكاحة الا بولي وشاهدي عدل يا جماعة لما بعت بنت الجامعة انا بعت بنت تتعلم مش بعتها تاخد مصروفها على مصروف زميلها وبعدين يجي اعملوا ورقة من المكتبة عرفي وهبتوا لك نفسي والافلام الهابلة العبيطة اللي ولادنا عايشين فيها ها يا جماعة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي بنقول ان يجب ان يكون الزواج بتراع فيه الشروط والاركان الشرعية معانا تليفون معانا مجد تفضلي يا استاذة مجد الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقولك لو سمحت لي مرس والدتي مبلغ كده صغير تمام فالوالد كان رافض ياخد منه خالص تمام فهو توفى فهل الزوجة بتاعته تاخد من المراس هو والدك لما لما والدتك ماتت نعم له نصيب في المراس اه بس كان رافضه رافضه ليه يعني قال قال تبعنا لو مش هاخده هدين من كان رافضه سايبوه سايبوه يعني لو تنزل لكو عليه اه خلاص يبقى الراجل تنازل لأولاده وانتي واخوتك هتسأله عن الكلام ده اه لو هو ما تنزلش عنه وهو كان سايبوه معاك ها لزا من عليكو ان انتو تاخدوا النصيب بتاع والدكو اللي هو هيبقى الربع لانه مخلف من والدتك يعني احنا عندنا الرجل بيبقى يا ام ياخد النص اذا ماتت الزوجة ياخد الربع امتى ياخد النص لو لم يكن هناك ابناء اللي هو الفرع الوارث طالما عنده ابناء اللي هو حضرتك واخوتك بياخد ربع التارك الربع ده بتقوم حطاه وتتورسوا فيه انتو من ولاده من الزوجة الاولانية والتانية وده اللي أنا اميل اليه يعني لو انت بتقوليلي رأيك فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لان ايه حاجة بسيط الربع اللي هو كان هيريسه من والدتك ده بتحطيه ويتقسم على يخش للتركة بتاعته ويتقسم على الكل الزوجة اللي هي عايشة على قيد الحياة لها التمن فيه والباقي انت واخوتك للذكر مثل حظ الأنسيين طيب ففكرة الجواز العرفي ويقول لك ايه أو يعني النبي كان راحل السجل ولا جاب مأزون ولا ولا الكلام ده يا جماعة بنقول كل زواج مستوفي للشروط والأركان احنا بنقول عليه جواز شرعي لكن فكرة ان انا روح ارتبط بشخص ويجيب لصحابه ومن وراء اهلي وما يعرفوش وبعدين واضح من السؤال كمان ايه ان جايلي عريس طب العريس ده جيه ليه لان اهلها عارفين ان هي ماش متجوزة فبالتالي عايزين يجوزوها فهي بتقولك ده انا كدب عائد عند محامي وعند الكلام ده هذا باطل لا يرضاه الله ولا يقبله منا رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذ محمد بيقول محمد عبادي بيقول ماذا لو ان رجل ادرك ركع من العشاء مع الامام وام يكمل صلاته بتحتسب له طبعا بتحتسب له ده انت بسي اجري والحق الامام في اخر سجدة ها وبعدين وانت بتتكلم عن صلاة العشاء خلينا بحب نقولك ان سيدنا النبي يقول ايه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كلها ها سعة رحمة ربنا بينا سبحانه وتعالي واحد يقول لي ده بس انا ملحقت شاء الله الركعة هتتقبل اه هتتقبل ليه وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف الرحيم استاذ عواطف لما قالت لنا انا في اليام اللي هي الاعذار او يام العزر الشرعي اثناء الحض ممكن اقرأ القرآن بنقول اذا دعت الضرورة بتقري القرآن يعني لو انا عندي طالبة بتدرس في الازهر وعليها مقرر وهتمتحم فيه لا هتقرأ القرآن وهتفتح المصحب ليه لان في مقام التعليم لا يوجد اي اشكالية خال لو انا بقرأ بنية التعبد يبقى بنتظر الى ان انا ابقى على الطهر وبعدين اقرأ بس طعيد عن كده ايه بكثرة الذكر وكثرة الاستغفار وسيدنا النبي بلغنا ان الله تبارك وتعالى قال من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين معنا مادام نور تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي اعطيتك عايزة اسأل بس حضرتك انا دلوقتي عندي دهب شبكتي هل اطلع عليه زكاة وبرضو والدتي عن دهب دهب بتاع حجيبال للزينة نطلع عليه زكاة ولا نعمل ايه دهب كده يجي كم جرام كده يا استاذة نور مش عارفة والله عشان ما اجذبش بس مش عارفة يعني هو كان من سنتين كان عامل حوالي 40 ألف جنيه كان عامل 70 ألف جنيه لا أربعين 40 ألف جنيه او او طيب حاضر اي اسئلة اخرى الدهب الحلي احنا عندنا الحلي بقى قضية لازم نتناولها كده واحدة واحدة هي بتقول انه عامل 40 ألف يعني مش هيوصل عامل 40 ألف بنقول امتى نزكي عن الدهب لما يبلغ 85 جرام او المال عموما او ما قيمة 85 جرام الفقهاء في موضوع دهب الزينة ده لهم رأي بيقولوا ايه كل ما يلبس بغرض الزينة او يستعار يعني يستعار يعني انت عندك قلب الدهب بتلبسيها فتيجي جرتك تخبط عليك تقولك ممكن تديني السلسلة بتاعتك احضر بيها مناسبة برضو عشان بن بشكل راقي قدام قريبنا اصلان بيأتي دهبي وانا باخدي بوضة بالشقة والكلام ده لو انت ادتيها الدهب وبتسلي فيها وبينتفع بين ناس اللي حواليك ليس فيه زكاة يبقى في فرق بين الدهب المكتنز بنية الاستثمار وبين نية الزينة هناك من الاراء المعتمدة انهم يروا ان ما كان للزينة ما كان للزينة المرأة بتلبسه من باب التجمل لا زكاة علي ها ما كان يلبس او زي ما قلنا ايه بيستعار فما فيهاش اي مشكل حد تاني بقى يجي يقول لي ايه طب افرض ان انا يعني حبة هيبقى شكل وحش قوي لو انا قلت له ما تخرجش لا اخرج وبنتم من الدهب طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول وبنخرج عن كل الف خمسة وعشرين جنيه في السنة يعني اللي عنده مية الف بيخرج عنهم الفين ونص عن كل الف خمسة وعشرين جنيه يعني المية الف في السنة لما يحول عليها الحول بنخرج عنها الفين ونص بنديها المين لاصحاب المصارف الشرعية التمانية اللي ربنا اكد عليهم للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل معنا سؤال مدام انتصار تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا بيك اهلا بحضرتك شكرا جيد معلش فضل حريك انا بابا يعني عامده 85 سنة تمام فمعلش فضل هو يعني ممكن يتيمم الحيطة مثلا عشان هو مش قادر يعني عنده كل ودوء عنده كل سلام مش قادر يعني ريح يتودى فممكن يعني يتيمم الحيطة ممكن يتيمم او لو عند حضرتك في الشقة اي حجر محطوط على جنب كده ما فيش اي مشكلة فيه ان هو يعني احنا منتكلم عن 85 سنة ربنا يطول عمره ويبركلك فيه رب وسيدنا النبي بيبشرنا بجملة حلوة اوي ياريك كلنا نفكر فيها خيركم من طال عمره وحسن عمله خيركم من طال عمره وحسن عمله ربنا يجعلنا منهم يرزقنا الاعمار الطويلة والاعمال الجيدة التي ننتفع بها وننفع بها الناس ما فيش مشكلة ان هو يتيمم وزي ما قلت حضرتك يعني انا من الناس اللي تمين اي حاجة من جنس الارض محطوطة حاجر حاجة ممكن ان هو يتيمم والتيمم هيئته التي علمنا اياها النبي ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدان يعني حتى بعض الناس مفكر انه يتيمم كده يجيبكم طراب ونضربه في وشه فيعمى فيروح يعمل له عملية لا هو بيضرب ضربة كده على السطح الارضي ها وبعدين ينفض ايده خالص لما يتأكد انه معلاش اي غبار وبيمسح وشه وضربة للوجه وضربة لليدان وهي بنتعامل معها على انها شعيرة شعيرة تحترم علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما نزل عليه من الوح ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب خلينا دايما واحنا في معية الله واحنا بنحاول نلتمس ان احنا نكون في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دايما يا جماعة المشاعر الطيبة دايما يا جماعة السلوك القويم دايما يا جماعة الحب اللي بقى عملة صعبة النهاردة من لا يرحم لا يرحم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وكذلك جعلناكم امتا وسطا الوسطية دي هي ينبوع المحبة ليه لاننا بنلتمس الاعذار لبعض ولاننا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وسيدنا النبي يقول لنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحم درس النهاردة اللي محتاجين نتعلمه اننا لما نتكافل مع بعض ونقدر نبقى على قلب رجل واحد هنضمن الدنيا وهنضمن الاخرة وهيجمع الله لنا بين خيري الدنيا والاخرة ما احوجنا اليك يا حبيبي يا رسول الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ايها المشاهدون الكرام في كل مكان من ارض الله الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا اللقاء الكريم سائلين الله تبارك وتعالى ان يرزقنا امنا وامانا وسلاما واسلاما وصلى الله على معلم الناس الخير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وسلام الله عليكم